معنا ومع حضراتكم هادفيا دكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي أهلا بك معنا دكتور حتى نفهم في البداية كيف يمكن أن تستفيد مصر من هذا التجمع تجمع بريكس يجب في البداية أن نوضح للمشاهد تقديرك للتوازن الدبلوماسي الذي تحققه مصر في ارتباطها بالتكتلات الدولية دون الإخلال بالتوازن علاقاتها الخارجية مع كل الأطراف الفاعلة دكتور وليد أهلا وسلم بحضرتك وأهلا وسلم بكل مشاهد القناة الأولى وبالتأكيد من الواضح ولكل متابع حركة الحكومة المصرية في الانضمام إلى كافة التكتلات الاقتصادية تقريبا في العالم مثل متفاعلة مع الكينات الاقتصادية الغربية أيضا متفاعلة مع الكينات الاقتصادية في القرى الإفريقية من خلال اتفاقات أهمها في التجارة الحرة الإفريقية والكوميسا الإفريقي وأيضا في الجانب الشرقي مع دول الصين وروسيا ودول بريكس هي متفاعلة مع هذا التكتل الاقتصاد المصري بطبيعته هو اقتصاد كبير ومتنوع وقادر على ذلك فالإدارة الاقتصادية في مصر عندما تفتح أزروعها إلى كافة الأطراف هذا الأمر ينطلق من اقتصاد كبير وينطلق من برنامج إصلاح اقتصادي وخطوات إصلاحية تجعل تلك الكينات ترحب وجود مصر بينها وتعلم القدرات الحقيقية للاقتصاد المصري وتعلم أن وجود مصر واقتصاد مصر في هذه التكتلات يضيف إلى التكتل مثلما يضيف التكتل إلى مصر صحيح دكتور وليد أشرت إلى نقطة مهمة هي فكرة القدرة التنوع مصر سوق واقتصاد كبير وبالتالي الحكومة المصرية قبل ذلك قد أعلنت عن 55 مشروع ونشاط قائم بين مصر ودول البريكس تستهدف 235 مشروعا هنا أتحدث بالأرقام ليفهم المشاهد طبيعة ونوعية هذه المشروعات خلينا في البداية نقول أن مصر على علاقة جيدة وطيبة في الأساس مع معظم دول بريكس مصر لديها علاقات كبيرة وتبادل تجاري وحجم استثمارات متبادل كبير ما بين مصر والصين والهند والبرازيل والمملكة العربية السعودية والروسيا الحقيقة مصر بتتطلع من خلال انضمامها التكتل بريكس إلى زيادة حجم هذه الاستثمارات وزيادة حجم التكتل التجاري ولكن اللي عايزة نوه عنده حاجتين الحاجة الأولى أن مبادئ البريكس لأن البريكس مش منظمة البريكس هو مجموعة من المبادئ اللي مصر تنضم إلى هذه المبادئ وهي تعزيز عمليات التبادل التجاري بالعملات المحلية وخلق مؤسسات نقدية جديدة تساعد الدول الأعضاء في مصاراة التنمية مصر انضمت قبل ذلك إلى بنك التنمية الجديد التابع لدول بريكس مصر أيضا بدأت بالفعل نتائج انضمامها لبريكس حتى من قبل أن تدخل يعني احنا بنتابع حاليا المفاوضات المتعلقة باتفاقية مبادلة للديون مع الصين في هذه الأوقات وبوصلت مرحلها الأخيرة ولكن اللي عايزة أكيده أن الفوائد الخاصة بريكس ليست هدفا حكوميا وفقط يعني لا نطلب بها الحكومة فقط ولكن مجتمع الأعمال له دور مهم جدا بمعنى دكتور مجلس أعمال بريكس وده مجلس بيضم رجال الأعمال اللي موجودين في دول بريكس وليه دور كبير في عمليات التبادل لأن الحكومات بتعقد الاتفاقات وتقوم بإجراءات التيسير وتظل عمليات التبادل التجاري رهن رجال الأعمال لابد أن يكون هناك رجال الأعمال تنتج مصانعهم منتجات تحتاج إلى التبادل وهناك رجال الأعمال مرتبطين بعمليات الاستراد والتصدير هذا التجمع مجلس أعمال بريكس هو مجلس أعمال مهم جدا ومهم أن رجال الأعمال والمستثمرين المصريين يتفاعلوا بصورة أكبر مع هذا التجمع بحيث تكون عمليات التعاون ما بين رجال الأعمال المصريين ورجال الأعمال في دول بريكس هي الآلية الأساسية لزيادة حجم التبادل حتى نفهم أكثر ما معنى هذا التفاعل الذي تتحدث عنه عندما تضع الدولة المصرية قواعد وعندما تتعقد اتفاقات بتسهيل دخول المنتجات إلى الدول الأخرى وتفتح أسواق خارجية لابد لكي نستفيد من ذلك أن يكون لدينا منتجات حقيقية بالفعل حتى نصدرها ولا بد أن يكون هناك رجال أعمال وقطاع خاص قوي وقادر على النفاذ بتلك السلع إلى الخارج من هنا فإن الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية في الداخل ودعم القطاع الصناعي وتطويره والجهود التي نشوفها من أجل زيادة الإنتاج المصري تأتي بعدها دور لرجال الأعمال المصريين في أنهم يكونوا على تواصل مع رجال الأعمال في دول بريكس ويكونوا قادرين على جذب استثمارات من هذه الدول والدخول في شراكة مع رجال أعمال من هذه الدول للاستفادة من مظلة بريكس هذه المظلة التي يمكن أن تسهل لرجال الأعمال المصريين ونظرائهم من دول بريكس أنهم يتواجدوا في مصر أنهم ينتجوا في مصر أن مضايعهم وسلاعهم ومنتجاتهم تنفذ إلى هذا التكتل الكبير بصورة أكثر ثلاثة الدولة بيطاقف مع المستثمرين ويقدم لهم تيسيرات أتصور أن الانضمام لريكس في حد ذاته يعني دكتور أخيرا بما أن حضرتك ذكرت أن بريكس ليست منظمة ولكنها مبادئ بمعنى هل سيكون هناك شروط معينة على المنتجات المصرية ليتم هذا التبادل التجاري بصورة أكثر كفاءة وفاعلية؟ أتصور أن هناك تسهيل في الشروط يعني إن كان هناك هناك بالفعل كل دولة لديها ضوابط لنفاذ السلع والمنتجات ما بينها وما بين الدول الأخرى ولكن وجدنا في بريكس ده معنى أن احنا أمام مظلة بتنظر إلى القواعد بأسلوب مارين بتنظر إلى عمليات التبادل بأسلوب مارين المؤتمر السنوي واللقاءات السنوية والتفاعلات السياسية ما بين الدول الأعضاء بيكون هدفة أن يكون هناك ميزة تنافسية لعمليات التبادل ما بين الدول الأعضاء من خلال إجراءات يتم المطالبة عليها من خلال مجالس الأعمال المستثمرين بيطلبوا طلبات محددة بيقولوا إحنا محتاجين واحد اتنين ثلاثة الدول بتكون أكثر مرونة في تلبية طلبات المستثمرين مما يترتب عليه في النهاية إلى أن يكون هذه المظلة ويكون هذا التكتل محقق لفوائد للمستثمرين بما ينعكس بفوائد للدول وبفوائد لمواطنيها بالكامل نعم دكتور وليد جبل الخبير الاقتصادي أشكرك جزيل الشكر